مستمرنا معكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من استوديو الجزائر نتعرض اليوم لموضوع مهم يتعلق بصيرفة الإسلامية إذن حيث أشرف وزير المالية إيمان بن عبد الرحمن على تدشين وكالة لصيرفة الإسلامية تابعة لبونك كناب أو هذا الصيرفة هدفها حسب الوزير استقطاب الأموال المكتنزة عن طريق توفير كل الظروف لوضع أموالهم وكذلك تلبية طلبات المواطنين من بين هذه الخدمات التي يطلبونها في البنوك ذات الصبغة أو الصيرفة الإسلامية وقال أن بن كناب سيحصل على شهادة المطابقة من المجلس الأعلى للإفتاء وأنه سيتم استحدات وكالات خاصة للصيرفة الإسلامية تصل إلى خمسين وكالة بما فيها شبكة بنوك خاصة قبل نهاية السنة مضيف أن الوزير أن التضييقات والعراقيل سترفع عن البنوك وعن المتعاملين معلنا عن انتهاء عهد المحسوبية والتضييق على البنوك إضافة إلى تصريحات أخرى ما يهمنا في الموضوع هو الصيرفة الإسلامية هذا الحديث الطاوير العريض الذي شغل الناس على مدار سنوات إذن يبدو أن الأمر بات على مرمى حجر وأن الزبائن سيحصلون على هذه المنتجات الجديدة سؤال المطروح ماذا تختلف الصيرفة الإسلامية عن المنتجات الصيرفة الكلاسيكية من هم المستفيدين من هذه الخدمات وكيف تتم وبالمقابل كيف ينظر المستهلك إلى هذه الخدمات هل سيرضى عنها وماذا رأى منها مشاهدنا الكرام لإطراء هذا الموضوع أسعد باستضافة الوجوه الكريمة النيرة التي تحضر في هذه الليلة معي على اليمين الدكتور مصطفى زبدي وهو رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك لا أريد أن أتابع في اسم المنظمة لأنها طاول مرحبا بك مرحبا شكرا ونشكر كذلك ونرحب بضيفتنا الكريمة السيدة بالحسان يمينة وهي مديرة مكلفة بالصيرفة الإسلامية على مستوى بنك التغفير والاحتياط بنك كناب مرحبا بك سيدتي الكريمة أول مرة تظهر على شاشات التليفزيون نتمنى أن لا تكون الأخيرة إن شاء الله والترحيب كذلك بالسيد بودالي حسان وهو مدير البنوك العمومية والسوق المالي مرحبا بك سيد الكريم أول مرة أول مرة على قناة البلاد لنا الشرف إذن مشاهدنا الكرام قبل أن نتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع بالنقاش والإطراء لبأس أن نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل على الدين مديني نتابع ثم نواصل النقاش في خضم أزمة اقتصادية يعيشها العالم ولم تسلم منها الجزائر تحاول وزارة المالية تقديم حلول إنعاشية من خلال الصيرفة الإسلامية الهدف هو استقطاب أموال السوق الموازية والأموال المكتنزة لدى الأسر وضخها في الاقتصاد الفعلي المنتج للثروة وهذا بتوفير لهؤلاء المتعاملين لكل الظروف التي تسمح لهم باستثمار أموالهم وفق الضوابط الشرعية المتعارفة عليها ولتحقيق النجاح لهذا المشروع المعول عليه ستتعزز شبكة النوافذ الإسلامية وكذل وكالات الخاصة بالصيرفة الإسلامية بأعداد أخرى في القريب العاجل إنها أول خطوة لبنك كناب ستتبع خطوات أخرى إن شاء الله في الأيام المقبلة بفتح ثلاثين نافذة للصيرفة الإسلامية قبل نهاية سنة 2020 المحسوبية والبيروقراطية كثيرا ما كانت السبب في نفور الجزائريين من المعاملات البنكية منظومة المصرفية الوطنية لن تتوانى من هنا فصاعدا عن توفير كل الظروف وكل الوسائل من أجل مرافقة المواطنين والمتعاملين وأصحاب رؤوس الأموال من أجل أن توفر لهم أحسن المرافقة وأجود المعاملات بعيدا عن التضييقات والعرقيل التي كانت تميز النشاط البنكي في بعض الحالات قادم الأيام سيكون كفيلا بالحكم على مدى نجاعة استراتيجية الترويج لصيرفة الإسلامية كسبيل جديد لإنعاش القطاع المالي إذن تبعنا هذا التقرير للزميل على مديني ونعود للنقاش وأبدأ بالسيد بودالي حسان الذي يجلس بعيدا ولكن السؤال سيقرب بيننا سيد الكريم هل هذا التوجه نحو الصيرفة الإسلامية بشكل عام لا نتحدث عن بانك كناب وإنما على البنوك العمومية هل هو للفسح المجال للبنوك حتى تتنفس قليلا في ظل الأزمة أو أن قلوبكم على المواطن على الزبون لإعطاء خدمات جديدة ما تعليقك؟ شكرا شكرا على الاستضافة تعاف هي من ضمن الإجراءات التي تأخذتها سلطة المحل العمومية لتنويع مصادر تنويل الاقتصاد تهدف ومنها تطوير الصيرفة الإسلامية تهدف أولا للإستجابة للمواطنين راغبين في التعامل بهذه المنظومة بالنظام المصرف الإسلامي وثانيا التقليل كما جاء في الفيديوات التقليل من ظاهرة الاكتناز المالي وكذلك تقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق الموازية هذا على العموم وفيه قانوات هم كما المواطن يعني تاني الهم المواطن هي قلت لك في الاستجابة للمواطنين راغبين وانتم عندك رغبة باش تساعدوا المواطن رغبة موجودة وكذلك كانت إجراءات تخذت مثلا فيها ثلاث قانوات لاستجابة لهذا المطلب فيها القانوات الأولى هي القانوات البنكية هي المصرفة السيرفة الإسلامية عن طريق البنوك وفيها كذلك السيرفة الإسلامية عن طريق السقوك السيادية وكذلك السقوك المؤسسات أي سقوك الشركات نرجع لك السيدة بن حساني أمينا وأنت ممثلة بنك كناب ما هو المنتج اللي عندكم وشو الخدمات اللي تعرضوها اليوم الزبائن جماعة مواطنين ومشاهدين تعقانات البلاد أم يتابعوا لما انتكلموا على الصيرفة حكينا بزاف الصيرفة الإسلامية كل واحد يقول لك بل كناب ربي اليوم يعني تفرج عليها وشو المعروض اللي تقدموا للمشاهد اليوم للمواطن في بنك كناب يعني احنا على مستوى السلام عليكم السلام احنا على مستوى البنك صندوق الوطني توفير الاحتياط بحكم تجربة اللي عندنا في مجال السكن ارتقينا باش نبدأوا في منتج خاص بالسكن استجابة بينشير الانتظار انتظار الزبائن لهذا المنتج ثانيا حبينا نستغلوا الوكالات منتعنا هذا باش نكمل في الفكرة عندنا عدد وكالات كبير حبينا نستغلوا هذا العدد باش نتقربوا المواطنين لذا المنتج الأول موجه للخواص الزبون الخاص عادة يحتاج ان الوكالات تكون قريبة له من جهة نستغلوا الوكالات ومن جهة نعرض منتجات موجهة للأفراد بدينا بمنتج سكن كما قلت لك بحكم خبرة البنك في هذا المجال من جهة أخرى عندنا منتجين خاصين بالحسابات حسابات الإداء حساب الشاك والحساب الجاري الموجه للأشخاص الأفراد وكذلك للناس لتمارس من تجارية أو صناعة أو صناعة أو تجاري يعني هذا هو العرض تعكم هذا السلعة لي حد الآن حد الآن عندنا هذا العرض ولكن في الأيام القادمة إن شاء الله ما زالنا نعمل على منتجات أخرى وهذا لي إثراء الآن تجاريبا منتجات أخرى تجاريبا منتجات المواطنين أنها خدمة مهمة وخدمة مطلوبة للأسف الشديد نحن في الجزائر هذه الخدمة لم تلقى الدرجة في سابق الدرجة التي تستحقها وبالتالي لما تكون هناك خدمة يكون هناك مستهلك وبالتالي حرمنا فئة كبيرة من المستهلكين من هذه الخدمة والتي لا تمس بالمصالح المادية لأنك تقدر تشاري أنت منتوج غذائي تقول لي غالي ما كانش منافس واحد رخيص ولكن هذا تمس بالمصالح المعنوية والتي لا تقل ضررا من المصالح المادية بل هي أكثر ضرر يعني نقولها بصريح العبارة هذه الخدمة ما كانتش وحتى لو أنه هناك بعض يعني بنوك الخاصة ولكن ما ينقصها هي المنافسة الآن يعني من حديث سيد الوزير قال بأنه هناك رفع للقيود وهناك يعني رفع للتضييقات قلوها بصريح العبارة أنه لم تكن في السابق إرادة سياسية لأن يظهر هذا المنتوج في السوق كانتش هناك إرادة سياسية الآن لما تكون هناك إرادة سياسية ونهضروا بأنه هذا الأمر هذا يعني حتى في مشروع يعني السيدة الرئيس الجمهورية خلال الحملة تاهدر على مثل هذه الأمور إذن لما تكون هناك إرادة سياسية يكون هناك تطبيق وهذا هو المنتوج الآن في السوق صحيح أنه العرض بسيط ما هيش حاجة كبيرة؟ ما عجبك؟ لا أنا ما أقولش ما عجبنيش ما تقول بسيط يعني؟ أنت تفتحه زين من نهار الوزير تخيار عشرة ما نش عارف خشعة نوع تعقاطه أو لا هاتبتها بالحبة يا حد الآن ماذا يعني ما؟ عرض بسيط لا يرقى إلى لا يرقى إلى الطموحات والتطلع لما أنا حضروا مثلاً سيارة نقولت ما ذابين نسمعها ما قال السيارة ما ذابين في أقرب جوابين على السيارة مثلاً هذا منتجر أنا نخدمه عليه نترحوه إن شاء الله في الأيام القديمة هذا رأه مبرمج في خريطة العمل نشرك سي بودالي سيد بودالي أنت ممتل بونوك العمومية إذا كان يعني صارف الإسلام اليوم توجه تمنوا مستهلك الجزائري ولكن العقليات ربما هي الأهم تغيير قرارات أسهم من تغيير الدهنيات هل عندكم نيابة تغيروا الدهنيات؟ والبونوك انتعكم تفتح صح على المواطن تستقبلوه بأرياحية تفتحولوا صدركم وتفتحولوا يعني المنتجات اللي تقدر تساعدوا في مهامه لأنك تعرف البيروقراطية والمحسوبية اللي يعانيوا منها من البونوك ما ردك؟ شفتوا في وزير المالية التصريح كان قوي يعبر على كما قال سجدها لإرادة سياسية لتطوير السيرف الإسلامية مثلا اليوم عندنا عندنا الكناب وكذلك كانت البنك الوطني الجزائري اللي مشاه مقبل عنده عنده منتجات كثيرة أكثر من تسع منتجات معروضة في السوق ولكن لازم نعرف بأن سيرفة الإسلامية في الجزائر حديثة الأهد ولازم يكون شوية شوية لأن عندنا صحة النوافذ في البنك العمومية ولكن ما زال ما زال ما زال نطوره إحنا عندنا برنامج مثلا مع البنك الإسلامي البنك الإسلامي للتنمية عندنا برنامج معه لمرافقة الموظفين في في قضية الرافورماسيا في قضية التكوين وكذلك في حالة ما إذا تكون مثلا إصدارات سوكوك سوكوكسيادية تكون معنا ياسيبو دالي ما نطورش معك فقط يعني ربما يعني موضوع مهم الثقة أكيد بل ينفقودها يعني تعرفها يعني بل المواطن عادي يخاف حتى يدخل البنكة باش تروح تعطيل ودرها ما يقبلكش خليه يسلف لك هل عندكم ميكانيزمة جديدة باش تعودوا رجعوا الثقة باختصار على مستوى البنوك على مستوى كل البنوك عندها عندها سياسة كل واحدة عندها سياسة خاصة بها كيفش تتعامل معها وكيفش تتراجع ثقة في الزبائن تها ونتمنى وهي في الحقيقة يعني رهم في تقدم مستمر وكذلك عندنا اللي جان المكونة على مستوى البنوك الأممية وهي اللي جان المختصة بمسألة الإفتاء هذا الموضوع هذا نروح مباشرة صيدة يمينة بل حساني تكلمتوا على الساكن عطينا يعني شرح نفي دقيقة كيفش نحصل على الساكن أنا مواطن حاب نجي البنك كناب باش ندي الساكن كيفش ندير على الطريقة المطابقة للشارعة ستدير سويفون الإيجارة تملكية اللي هو البرودونا دونك اللي يختار الساكن الساكن يحب يشتريه لازم يكون ساكن مكتمي للإنجاز ساكن قابل للمسكن يعني يواجد يقدر يواجد يتقدم طلب يقوم البنك باقتناء هذا المسكن يقتني يصبح المسكن على اسمه ويقوم بتأجيره للزابون ويقوم بتأجيره يخلص أقصات إيجارة على مدة معينة محددة منذ البداية والأقصات محددة منذ البداية وبعد في آخر هذا المدة الإيجارة يقوم البنك بالتنزل على هذا المسكن بفائدة الزابون صيغة هذه اسمها إيجارة منتهية بالتمليك على مستوى البنك نتعني اسمناها الإيجارة التمليكية مصطفى زبدي تم مباشرة روحت للسيارة السيدة عرضت المنتوج وتلاوين ره السيارة ولكن ربما السكن هل لا يثير اللعاب للمستهلك فعلا يثير اللعاب ولكن الآن لما نشوف سعر السكن لا تقل شقة عن 800-900 مليون في العاصمة حتى في المنطقة الداخلية والآن أصبح التوجه العام صريحة العبارة نقولوها إنه إنسان عارف بلما مش يرح يلحق لذلك السكن وخاصة أنه هناك طلب كبير في سوق السيارات الآن في الجزائح نحبة من حبة وكري من كري هناك نقص كبير وطلب كبير ومن خلال احتكاكنا بالشكاوي تعالنا على بها رحتنا إلى السيارة وهذا لا يعني أنه سوق السكن لا يقل أهمية ولكن هناك بعض النقاط حابت نفصلها يعني لأنه باش نتقدم باش يطمئن المستهلك والمؤسسات تعد دولة التي إن شاء الله نثمن هذه الإجراء لابد أن نصارح بعضنا لأنه ما نهضر على خدمة مصرفة إسلامية ما حال عندك النقطة حابت تكلم فيها نقطتين خليها بعد الفصل معلش إذن مشاهدينك كرام فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الحوار وإجابة مصطفى زبدي ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدنا كرام في استوديو جزائر متواصلون معكم لمواصلة الحديث حول الصيرفة الإسلامية أحضروا معي دائما مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك دون إضافة وابو دالي حسان مدير بنوك العمومية وبالحسان يمينة مديرة مكلفة بالصيرفة الإسلامية شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة ونواصل معك في النقطتين تفضل بالفعل شوف لازم صارحوا بعضانا الآن صحيح هناك خدمة ونوعية هذه الخدمة اللي يعرفها إلا أهل الإختصاص يعني يقول لك هذه خدمة مصرفية حلال بسرع العبارة ولا خدمة مصرفية تقليدية تعريبة هذا هو المفاهيم التي لابد أن لا خايفين من الربا في الموضوع طبيعة الحال وأعلن أننا خدمة خدمة مصرفية إسلامية الآن المواطن الجزائري وأنت هدرت لقطة مهمة جدا سألها لسيد المدير قلت له الثقة نحن نعرف أنه شعب الجزائري ليس شعب بصفة عامة يعني في الإدارة لا يديش ثقة كان تخوف في الإدارة فما بالك إذا كان هذا التخوف يخص معتقداته وقناعاته أعتقد أنه من الآن لا بد أن نعمل على طمأنة المواطن الجزائري من خلال القول أنه هذه خدمة مصرفية إسلامية حق حلال بالدلائل وبالبراهين ومن خلال الترويج لهذه البنوك هذه نقطة نقطة ثانية نقطة ثانية لا نخفي على بعضنا لأنه هناك كانت هناك بعض التجارف البنوك الخاصة أنه المواطن مهما كان ويحب أنه يحب أنه تكون هناك معاملات بمصرفة إسلامية ولكن دائما في باله كم هو الفارق الذي سوف أدفعه بالنسبة للسعر الحقيقي بمعنى شفناهم نستقارا يقول لك أنك نشري كريدي بونك بالتقليدي بين قوسين بالربا يدعون لك 4% أو 5% أنتيري فائدة يظهر كأنك الروح البنك الإسلامي يدعي لـ 2% في المرابحة في المرابحة يدعي لـ 2% ما كانت هناك منافسة قوية وهنا أيضا لابد أن نشرح للمواطن نشرح للمستهلك الزبون القادم على هناك نسبة كبيرة ويا هل ترى مع فتح المجال الآن لجميع البنوك يا هل ترى هذه النسبة سوف نرى ولا نرىها يعني تنزل بشيء خلي بالك تطمنها أبو الحساني وشن هو الأمور اللي تطمن اللي تخلي النسبة غير مرتفعة باش تجاوب الناس مصطفى تفضلي بالنسبة التسعير في السكن نحبرك نوضح واحد الأمر السيرفة التقليدية كين انتيازات ولا كين تسهيلات ممنوحة للبنوك التقليدية نذكر على سبيل المثال الفائدة المخفضة جميع كليون اللي يرح يشير سكن من عند مراقعة قارية يقدر يستفاد من قرض اللي يراه عنده تخفيض على الفائدة يمنح من طرف الخازينة العمومية دونك لكليون بطبيع يقارن ما بين قرض تقليدي بواحد بالمية ولا بثثة بالمية بنسبة لقرض ولا نسميه تمويل إسلامي بالمرابحة ولا بالإيجارة المتاهية بالتمليك شو فرق كبير خطر التمويلات الإسلامية ما تستفادش من هذ المزايا وكان قدر يستفادوا من هذ المزايا ولو ما كانش سبب يخلي التمويلات الإسلامية أغلى من مثيلاتها في الصرفة المهمة نعم وربما قد نلفت أنظار السلطات يعني في هذا المجال بما أنه الجزائرين سواسية هذا هو هذا بدأ دستوري سواسية اللي يروح إلى خدمة مصرفية بالريبة عنده امتيازات من الخزينة العمومية واللي يروح حاليا إلى الخدمة المصرفية الإسلامية ما عنده امتيازات أنا أعتقد أن هناك خلل ما موكي الإجابة خضلي نعم نحن هذه الساعة كبنك سأخذلك بالتخفيض ونحملنا عند الخزينة العمومية نحن ماذا بينا كبنك اللي رأنا حبينا نثري المنتاجات نتعنا ونرأنا كما ندير نلصي هذا الفنة إسلامية ماذا بينا المنتاجات نتعصيرة في الإسلامية تنجح وتكون كمبيتيتيف برابور للمنتاجات نتعصيرة التقليدية واللي باش نبدأ و باش نكون كمبيتيتيف على الأقل بداوا بتسعير نفسها بنسبة للصيرفة التقليدية حنا ماذا بينا نسفدوا بنفس المزايا باش نجحوا هذا منافسات نعم ماذا بينا ربما سيبو دالي تقدر تضيفي هذه النقطة تفضل الحقيقة هي في الصيرفة الإسلامية والفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة كلاسيكية هي نوعية المعاملات هي اكيد تكون معاملات في الصيرفة الإسلامية كان تنقل ملكية وكان كان حقوق لترتب على هذه العمليات لذا نصيب أنها أكثر غالية شوية أكثر ولكن سلطة العموية هي ستعمل باش تكون البرودوي كلاسيك يكونوا كما البرودوي إسلامي ولكن سؤالي طرحوا مصطفى أسمحنا نيابة عنه أعلاه ما كيش دعم للناس اللي دعوا صيرفة الإسلامية في الأول قلت لك حداثة هذه المنتجات وهي تكون حتمية لازم حتم تكون كم المواطن اللي استفاد من صيرفة الإسلامية كالكلاسيكية لازم يستفاد كالكلاسيكية هي تكون في ومارس ومش ولا حتمية لازم تكون مصطفى قنعوك في اثنين ولا لا ما زلت لا تشوف هو الإنسان لما يروح إلى الملموس لما يروح إلى الملموس البصرف الإسلامية والحق المرابحة لا نقاش فيها بمعنى أن الإنسان حتى لو كان يدفعه بزيادة ولكن يره مطمئن ولكننا نهضره في مجال المساواة بين الجزائريين الآن بما أنه الحمد لله فتحنا أبواب أبواب تاع مجال كان مغلوق ونقول لها بصريح كان مغلوق ولأسف الشديد وكان بزاف اللي يضروا ومن الدوجنا هضرون ونذكروا ماءسي ناس كان بزاف ناس تخلّوا على السكنات التاعهم لأجل أنهم وجهوهم إلى بنوك تقليدية والناس راحين يتخلّوا حاليا وربما هنا نفتح قوسين أنه مذابينا أيضا السلطات العمومية مثلا وزارة السكن مثلا في إطار الوان بي كان بزاف ناس راحين يتخلّوا السكنات على السكنات تاعهم في إطار طرقوي العمومي ماذا بينا أنتوما كبانك استقضبوا هذا الزبائن استقضبوا هذا الزبائن علىه يروح علىه يضيع في الرزقه ولا في الشيء اللي راح يستنّى فيه وصلت لفكرة سي مصطفى ولكن ولكن أنه تكون مساواة بين الجزائرين وعليش وكو يكون هناك أنه حق المرابحة يدفعها وهو حلال متطمن أعتقد أنه هذا لا مجال وصلت لفكرة سيدة الكريمة حتى نستفيد ربما كان النقاش أولا ناظري خليواه تطبيقي ميداني إذا أعطيني شقة وكيف سعر انتهى يعني أعطيني بالرقم وكيف سدفع وكيف سنسدد لكي يكون المواطن على بينا هذه لازم ندرلك فيها محاكات تقريبية ما عنديش الأرقام يعني هكا في فرس مثلا يعني أعطيني شقة نقدر نعطيلك هكا برق معلومات سك إحنا لكيليون الشرط التاني سكي يكون عنده مدخول دائم نقدره نروحوا ما حتى 80% من سعر أنتع للمسكن يعني يكون يشري السعر بمليون نقوله مليار مليار كي يكون المدخول تعوي يسمح نحدد هذا شي خطر كين من جهة واحدة أخرى كين القدرة على السداد لكيليون ثاني ما لازمش نهلكوه نحو له كامل المدخول لكي يعيش يعني تعالوا الرياحية لدينا حد ما لازمش علينا ندباسيوه باش نخلو له كيليون كمان نخلو له شوية باش يعيش لدينا حد ما لازمش ندباسيوه من جهة لكي هذا هذا الوصال لدينا حد ما لازمش يفوت فاو باكو يموت ومش عنده 90 سنة عندنا السن أقصى وما لازمش لكيليون يدباسي نرجع لك بودالي انتم في الحديث والوزير تحدث على استقطاب الأموال تعرف واحد يقول لك 3000 مليار واحد يقول لك ربعلاف في السوق السوداء كيفاش يعني طمنوا باش هذك الناس اللي في السكوار عنده شكارة عضرام يجي مدها البنكة واش رايك ماشي في سكوار ولا مام لحتى المواطن العادي ولا المواطنين اللي ما يتعاملوا للسيولة تحهم راهم خارج منظمة البنكية احنا نظن انه كان جزء كبير جزء كبير منها ما يتعاملش لانه ما يتعاملش لانه خايف بالنظام القادم بالنظام بالنظام الكلاسيكي وحنا الهدف هو استقطاب هذه الأموال كيفاش تقطبوها يعني في هذه الأموال كين دي برودي دي بار وكين دي برودي دي تمويل تمويل كما تكلمت كيفية هذا كيفية في رادارك وذلك هو تقييم تقييم نظري على موجود في السوق ويستطيع يعطيك رقم ولكن كل هذه الإجراءات تقدر تستقطب جزء كبير من هذه السيولة الموجودة خارج السي مصطفى السوف يعني بللي أنه هذه الأمور لدارتها الوزارة المالية وهذه التحديتات الجديدة في الصيرافة ربما حقيقة يجيبون الناس الذين عندهم الضرام مكتنزين في الضيار والذين يخدمون الكابا يعطوهم الضرام البونك كينة هذه منها يعني شوف هي كينة فئة من المجتمع التي لا تتلعب بمعتقداتها إطلاقا نقدر رح لك حتى بعيد فئة من الناس في مجال الحلالة في مجال المنتوجات أو الخدمات كينة الناس ما يشرووش الجاج من عند الجواج يروح يضبعو كينة ما يأكلوش الأجبان لأن فيها بعض المكونات لازم تكون أصلا حلال وهما ما همش بينهم باللي حلال دونك هذهم كيما يقول لك من الله خرجع أمور أمور كيما هذين ما يدن لهاش بالنسبة البونك هذه قناعتهم يقول لك أنا بش ندي دراهمي أنا البك ما نديش دراهمي هذا هذا أعتقد أنها فئة يمكن استقطابها إذا ما تمت هناك طمأنة وإذا ما تم هناك خاصة خاصة كنت هدرت مع الأخت قبل بداية الحصة يعني بروز للوجوه خاصة لأن كل البنك عنده وجوه تعل الإفتاء عنده المجلس الإفتاء كل واحد عنده شيخه كل واحد عنده شيخه كما يقول قال أخرجوا لنا شيخكم مثلا ويخرج شيخه هم يعرفون إنسان معروف وقدر نستطمئن مرجعية مهمة مرجعية بارك الله وبالتالي تدفع أنا متأكد باللي هنا لك فئة تدفع كل فئة التي تعلق الأمر بانك إسلامي ولبانك تقليدي هذا كل ما يقول لك خايفة على الضرامو مهما كان ما يمج ما يمج وكان واحد أخرين خايفين من الإدارة من معاملات الإدارة وأعتقد أن الإدارة للأسف الشديد لابد حتى في المجال البانكي بواحد بشي يجبر دراهم ويقولوا لو دير طالب وروع على سمانة سي مصطفى أنا أحتل أمالس الريباء في إدارة الحوار أعطيكم كل واحد دقيقة قبل أن نختم سي بودالي ما هي مؤشرات نجح صارفة الإسلامية نعود نتكلم على الشيخ فيما يخص الضمانات على كل مستوى كل البنوكرة عمومية كان لجنة الإفتاء وفيها ثلثة أعضاء مكونين من الشيخ المعروفين و تابعين لوجهة الشؤون الدينية وإسلام الأعلى وكان الهيئة العليا للإفتاء لهما أعضاء فيها هذا هما يعني المؤشر يعني النجاح لهذا الصيرفة النجاح صيفة وكان ضمان للمواطن وكان مواطني مثلا ما يحطش ضراهم وخاطش يخاف من من الضرائب حاجة والإنسان لأغراض قناعات وليس دقيقة الموالية للصيد أبل حساني ما هي مؤشرات نجاحكم لأن تتكلمت لي في الأول على المنافسة مع البنوكرة كيف قادرين تنفسهم نحن كما تطرقت من قبل قطب اللي بدينا بمنتاجات اللي عندنا فيها خبرة نحن نعاول على المنتاجات اللي عندنا فيها أسباقية بمنافسة ما بين البنوك تكون في نوعية الخدمات في التسعير في معالجة ملفات نحاول كيف نكون كمباتيتيف في هذه المجالات تنفسيين نحاول بركة على وشقة زميلي موسيو بودالي نحاول ثانية منحو ثقة الزبائن باللي هذه المنتاجات جوز على الهيئة هيئة الرقبة الشرعية على البنك هذه المنتاجات اللي احنا شقفا نقوم بالتسويق انتحها جوز على الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للمالية الإسلامية اللي يرى على مستوى المجلس الإسلامي هذا يتعلق الأمر بالمبلغ لك المبلغ أقل من خمس ملايين قد نقول لك بلك أربعة أيام كل ما يكون المبلغ أعلى لكم لا ما بقي من وقت للسيدة مصطفى زبدي هل أغراكم هذه العروض لما يتعلق الأمر بخدمة مصرفية إسلامية فهو أمر مغري وهو أمر نثمنه والصوق كان فارغ الحمد لله بدأ يمتلع بدأت بخطوة نتمنى أن تتبعها خطوات وحد أغرا ولكن لا بد أن يكون الترويج لهذه الخدمة وفق يعني قناعات المستهلك ورفعا لجميع التحفظات أنا كي كنت نحضر هكذا لأنه هذا هو شروع يقول مواطن الجزائري لما نرفع له هذه التخوفات صدقيني سوف يتم استقطاب الجميع الأسر لحب يجري وهو أولهم إذن حاولوا تفرولوا فقط السيارة لأنها مهمة سيارة مصطفى زبدي ونشون لك سكن لك إن شاء الله إن شاء الله مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائري حماية المستهلك شكرا جزيلا على المشاركة الشكر موصول كذلك للسيد بودالي حسان مدير البنوك العمومية على المشاركة والشكر كذلك للسيد بالحسان يمينا المدير المكلفة بالصيرفة الإسلامية على المشاركة لأول مرة نتمنى أن لا تكون الأخيرة ونلتقي في وقت قريب إلى ذلكم